بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاة الأنبى إبراهام مطران الكرسي الأورشاليمي والشرق الأدنى تم خلال الأيام الماضية رسامة أربعة كهنة جدد على يد صاحب النيافة الأنبى أنطونيوس مطران الكرسي الأورشاليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس في القدس وذلك خلال قداس احتفالي مهيب اقتصر على عدد من الأباء الكهنة وذوي المرتسمين بسبب الظروف الصحية الراهنة نتيجة انتشار وباء كورونا أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بمديرته دكتورة باسم السمعان وفريق العمل يقدمون المباركة لصاحب السيادة المطران أنطونيوس بعمل يده المبارك ولأبائنا الكهنة الجدد